نذهب الآن إلى أجواء المباراة مرة أخرى يتأكد لنا نحن أنا لست خبيرا في كوراة القادمة لكن يبدو أن هناك شحل اللاعبين مورينو يشحل اللاعبين أكثر من اللازم في مثل هذه المباراة في الكراس يجب أن يكون هادئا ويلعب ملعب سانتياجو برنابيو الأشياء التي يقوم بها بيبي غير منطقية هذا لا يعجبني إلا ما يقدمه بيبي ولا كاربايو في اللحظات الأخيرة من المباراة كانت تدخلات أيضا من شابي ألونسو وآلاس هذا الضغط كما قلت الذي يجعله ويسلطه المدرب على اللاعبين يجعل اللاعبين يخرجون عن النطاق على أرضية الملعب وهذا خطأ كبير خاصة عندما تلعب أمام برشلونة تكون هناك تدخلات وأحيانا بإمكانك أن تتلقى بطاقات تلقتت كاربايو في اعتباره كانت بطاقة حمراء بعد ارتكاب خطأ على ميسي أنا أعتقد أن هذه الطريقة التي يقوم بها اللاعبون من حيث التصرف لا يخدم ريال مدريد واليوم بطبيعة الحال هناك كاميرات مسلطة على اللاعبين ورأينا أيضا هذا الخطأ بعد أن داس هذا اللاعب على ميسي يد ميسي أولاً بالفعل هذه الأشياء ربما غير رياضية بيبي وكاربايو وغيرهم من اللاعبين عندهم حجج كروية أفضل لكن ليس بهذه الطريقة وليست المرة الأولى حدث هذا مع خطافي عندما قام بالدوز والمشي فوق ظهر اللاعب لا أدري شحن أم الناس هنا استقرار أم هناك مشكلة في الأفق بالفعل الجميع كنا نعتقد أن بيبي كان بإمكانية اللاعب في وسط الميدان ولكن كنا نفكر أن بيبي في وسط الميدان يعد مشكل خاصة أنه يرتكب أقطاع مثل ما فعل مع كاسكيرو وفي لقطات أخرى وكلما تلقى البطاقة تحول إلى قنبنا بالنسبة للمدرب وكان بإمكانها أن يخرج أيضا اليوم في هذه المباراة بيبي لاعب كبير ولكن رغم ذلك لا يعرف كيف يتعامل حتى كيف يوقف اللاعبين ويستعيد الكرات يقوم بلقطات غير رياضية تؤثر عليه والريال مدريل لا يستحق لاعب من هذا المستوى لأنه لا يخدم ناديه بشكل عام كما قلتم مورينيو يبعد الضغط على لاعبه ولكن اللاعبين على أرضية المنعب يظهرون بمظهر غير رياضي ويقومون بأشياء لأنه نشاهدها في مباراة أخرى هذه مثلا بطاقة حمراء تدخل من خلف كابتن المحيدين براميسي بالفعل كانت بطاقة حمراء كابتن 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 لخدر في الريال مدريد موشي لا إلا إلا بيبي فيه بيبي فيه راموس فيه ألانسو فيه كارفاليو هذا كلهم المفروض اليوم على أقل 2 منهم متى يطلعوا برا من جهة تانية يا كابتن احنا أنا نعرف جيدا الريال مدريد لأنه أنا عشت وقت الريال مدريد كبير وقت ديستيفانو بديرسول بوسكاس أين هو سانتا ماريا حتى فريق الرعب لم يكنوا يعبوا بهذه الطريقة هذا ليس الريال مدريد أين هو أين هو سانتا ماريا لكان متافع الصب لكن حتى كوانتراو دخل في المشكلة أنا أظن كابتن أنا أظن كابتن هذه السنتين وهو مورينو يشرف على فريق الريال مدريد أنا أظن خطأ لأنه محاة تماما المهارات واللعب الجميل إسم ريال مدريد إسم ريال مدريد إسم ريال مدريد هو اليوم ولا مرة هذه السنة منذ سنتين ونحن نشوف الخشونة قبل كل المدربين اللي مروا على فريق الريال مدريد حاولوا يكونوا ويلعبوا بطريقة حتى تقبلوا الإيطالي للاعبين طريقة ولكن ما أعطيش التعليمات للخشونة وكذا وكذا هذا هو المشكل لنا هو مورينو بلعب شكورة كان يقل ضرب ربما يفكر ويعطيه التعليمات ويحاول يكون الفريق يلعب كورة جميلة كورة حديثة كورة على مستوى على مستوى وربما أصبحنا نساهد ترجمة نانسي قنقر